شركة سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة في أعمال الجلسة الافتتاحية لأنسخة الثانية من مؤتمر رؤية الخليج بعنوان التحديات الصحية والمنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية الفرنسية وأشادت الوزيرة خلال الجلسة بالمستوى المتقدم من العلاقات المتميزة والتعاون الوثيق بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة وفق رؤية المملكة في إرساء التعاون المستدام لتحقيق التنمية وتبادل الخبرات مع مختلف الدول خصوصا في القطاع الصحي وذلك بما يسهم في تحقيق المزيد من التميز للمنظومة الصحية ترجمة نانسي قنقر